أهدا ناصر من كليك تربية نوعية جامعة الفيوم متخصص في النحط مشترك في ملتقى بتاع الرابع المقام في الفيوم مشارك في تخصص النحط النهاردة أشهر لكم التمثال بتاعي بيكلم عن العمالة للأطفال وتقييدهم بالعمل منهم صغار وأوضح لكم التفاصيل دي التفاصيل التمثال دي بتعبر عن القلود عن قماش وملفوف حوالين وسطه ودي قماش الملاجس اللي بسها ودي بزر ملتقى بس طبعا هو لسه مخلص في مرحلة يعني خلاص يقدر له تفنيش تفنيش الشغل إن أنا ببدأ أظهر أنا أعمل بالشغل وأبينه وطر يعني أبين الملابس وأبين الأبخير ده وأبين الملماس الجسم وأبين كل حاجة ده منشار بيعبر بقضو عن التقييد بالعمل وكده ومخصوص منشار إنه هو لو تمثال بس بس طبعا تفاصيل الملاش العموس اللي لخصو لا وما فيش هريد بس مهم يا بصي بتحقصر على حالته النفسية وحالته يعني في تعبير الوش بتعبر عن حزنه ومأساته في العمل وهو صغير ودي بعض تفاصيل التمثال في تعبير الوش بس بس طبعا مخلص فاضل تفنيش حاجات بسيطة بس طبعا مخلص بس طبعا مخلص بس طبعا مخلص بحاجات لذا ترين طبعا مخلص ليش أجب تغرب المرحين تقليل